نجحت البعثة الأثرية المصرية التابعة لكلية الأثار جامعة القاهرة في الكشف عن تابوت من حجر الجرانيت الوردية في منطقة أثار سقارة لأحد كبار رجال الدولة في عحد الملك رمسي سفاني وعضح الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار مصطفى وزيري أن أهمية هذا الكشف ترجع إلى المناصب الهامة التي كان يشغلها صاحب التابوت والخاصة بإدارة المعبد الجنائزي للملك رمسي سفاني بطيبة